مزهر رائع رائع للتزحلق أرايتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاءً اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك إهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صل سلك الأمان حسناً ها أنا ذا واحد اثنان ثلاثة آآ váو آآ 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 أهلا النجدة لقد علي قد أنزلوني ههذه معلاتك وغلقتك أنتي يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء يسامي تمسك يا تامير سأحضر لك المساعدة فهد فهد من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحبا مرحبا الإطفاء يسامي من هذا أنا محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير تامير في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامير في ورطة؟ حسنا نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء يسامي وهو قادم حسنا يا تامير أفتت يديك وسيكون هبوطك آمنا مدهش كان ذلك مدهشا جدا هل أنت بخير يا تامير؟ أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامير لامعا؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامير أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة الماء يبدو هادئا ولكن من السهل الإنجراف عميقا في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء يسامي أحسنت يا مش مش وداعا يا شطيرتي آه فارس ومحسن تأهاني في البحر بلغنا أن صبييني مفبوداني في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فاهد في مروحيته حالا يا سيدي دعي لأمر لي ساميم يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لنعلم أين هو الشاطئ رقم بحرنا بعيدا عن اليابسة آمل أن يكون بخير إن كانا في البحر سيجدهما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاء اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جدا وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة ها؟ 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 هنا هنا نحن هنا نحن هنا ها؟ 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 أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريبا شكرا يا فاهد انتهى أنا آسف يا سامي نملا في القارب ها؟ حسنا أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة النجدة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لأبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة أوه اسمك هناك من يصرخ النجدة لقد عليك النجدة حسنتي ولكنني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي أنا حسنا رمية رائعة يا فاتن عجبا ما هذا أين ذهبت العصة الاستغاثة لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي نور استغاثة انطلق من الجرف رأى فهد نور استغاثة يا سامي لا بد أن أحدا ما في ورطة سيقابلك فهدناك بالمروحية الحمد لله جاء فهد جاء الإطفاء سامي حسنا سامي لا عليك دليل سأحرص على أن تكوني بأمان ابتعدي أمسكت بكي أحسنت أيمن يوجد رسالة يا من هاول فارس ومحسن علقان في أعلى شجرة سنجعل فهد ينزلك بسرعة نهاية أماني تولئ إدارة قسم الإطفاء أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصيا لا أستطيع التمسك أكثر من هذا يجب أن تفعل ذلك انظر رائع تمسك يا محسن هل سننقذ هما كما أنقذنا دلي سامي ليس هذه المرة يا أيمن يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم لا مشكلة سامي بسرعة لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا أفلت الغصنة يا محسن سنمسك بك رائع هذا ممتع ابقى هادئا يا فارس سأنزلك بأقصى سرعة شكرا سامي أعتقد أن هذه لك صحيح أه نعم بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة فلن أقول شيئا بشأنها شكرا لك يا رئيس قسم الإطفاء شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل وكنت طيارا بارعا تكاد تكون ببراعتي عندما أخفت رئيس قسم الإطفاء سليم كان علي أن أعلم كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط لا غير صحيح حسنا بقي أمر واحد أعطني جهاز التحكم عن بعد شكرا يا محسن سيصادر طائرتي بسببك أرأيك؟ لا يا فارس حان الوقت لأريكم كيف تجعلني هذه الطائرة تطير حقا وبسرعة نعم بدأت أتذكر الطريقة هيا طيري طيري يا طائرتي طيري محسن غانم علقة في البئر حسنا هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصوا الطعام لن نستخدم السلمة للنزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستهرق وقتا إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حفا طيبا خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكرا يا أمي بكاد نصر يا أماني إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسنا يا أماني أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسنا يا محسن إهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسنا يا سامي كن حذرا سامي أوه أليس شجاعة أوه يقد أوقعت كل نقودي لا تباري بذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها لشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكرا يا تامر ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصا التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلب وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالعرض أخيرا أحسنت صرعا يا أيمن بقي شخص واحد عليه الإنزلاق كلب ينزلق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أن أنا في الأعلى لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسنا لنرتح هنا قليلا ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث آه لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأس آه 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 ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أن نجده أن نجده أن نجده أن نجده أن نجده إنه صوت ولد من أحسن أن نجده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير آه مما أحسن هل أنت بخير؟ آه установت في قدمي وهي أعلمني هل أضعت meer طريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير كبير قشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما المدل وفديش يجيهما وشعف انصار وفارس ماذا؟ سامي وليلا إنما كنت أخطي أنفعهم متقاربون جدا سأنتهي اسمعوا بالتعادل ما لن لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث يلا الروح لقى المجاة يلاهو من سباك جميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأسها التنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سيدي انتبه كنت أذهسهما أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخارفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنه ما في الحقول شمشوم يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها عنا الجزامي تلك شاحنة فتحي أحسنت صنعني يا شمشو لقد فعلتها فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسناً تراجعوا جميعاً إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لا بد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حضيرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي أعطني يدك شكراً سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعاً إنه بطل قال سامي شيئاً عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى كان فتحي يعالج بالقوف مرحباً يا فهد حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد أطلق الحبل الآن ودعنا أيها الحب الصغير شكراً يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلا اللقاء وشكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من يصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدركت بذلك؟ هيا اذهبي أذهب إلى منزليك؟ لا لا لقد علقت النجدة هيا اسحباني ساعداني هيا بسرعة المشكلة في أذنيه إنهما أكبر من أذنيه أوه هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب قطعت المشت فقط القرد ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قطبان السياد؟ سامي وأماني لم يعوداً وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئاً لا أجب أن أتعرف نينا نينا نين ي kicked back تنظري النهو عيمن عيمن؟ مستعد لأداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أولاد أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيماً ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي ياله من رجل إطفاء الإطفاء أي من دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة حادث في الباحر؟ إنه أوه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقوم بهذا العمل سأذهب بدلاً عنها السيدي متأسف أيمان أماني هي الخبيرة هنا هيا أخذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسناً إنه يوم حافل جداً لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسف هيا سيدي لا أقوى على تنفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسناً أماني ابقي مكانك المساعدة قادمة أيمن أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا أظن أني مصابة لحظة لنخرجك من هنا من فهد إلى الإطفائي سامي هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد؟ حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك؟ شكراً يا فهد نحن في طريقنا أمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً مروحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن؟ هل تحاول وخافتي؟ وصلت تامر نستطيع العودة إلى تامر أنا جاهة هل الجميع بخير؟ أوه سامر الآن فقط أشعر بالإتمنات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجعاتي ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد علي أحسناً سامي جاهزون هاي راه ههههه للأساك ليس لدينا صائف لدي كلب كلب كبير أترى ووو هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا ونخسر؟ أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأس ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا النجداء 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 إنه صوت والدي محسن النجداء الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير آه حسين هل أنت بخير؟ آه قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجب أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جريا آه سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير 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 قمية قصص المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما عيمن وفتح يديهما وشرفا صارح وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كنت أخطي أنفهم متقاربون جدا سيتهي يسمعوا بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلى آلة سباق السيخان الثلاث يلا الروع أطلق المجاحات يلاهوا من سباق الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا مهلا اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقا يا محسن قلت أني ستذهب ماذا؟ شواء تامر أشعل نارا في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعا قد اتبعتم لترسي هذا الصباح حسنا يا أيمن يبدو أنك ستأكل استجنق في وقت أبكرا مما ظننت أمل أن يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومينا لإطفاء هذا الحريق حسنا سامي والآن يا أيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تنتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي هيا تراجح جميعا من هنا أماني استمر في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استماني انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمنا علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيدا عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضا يا تامر فقد كنت أتباهى قليلا الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلا برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبرني أن تطلب المساعدة أوه شادي الحمد لله ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجددا انتبه سوف تستطيع بنا أوه لا عجلة القيادة تحطمن لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه لا أحتمل هذا مطلقا هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي سامي مشكلة في البحر؟ آه رسالة أخرى؟ يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج آه انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجبا أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم هيا بنا أخيرا إنهم أماني وسامي سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن ارمي لي حبلا وسأربط الزورق بقارب شادي حسنا يا سامي وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريبا أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي سوف أمزلك بسرعة لا 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 سوف أثبتها سيدي هل أنت بخير؟ طبعا أنا بخير أنا بخير مجرد روتين يومي أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلا ابني أخيك؟ بتأكيد لا إنها إنها لي لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي ماذا؟ انظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن لا تخافوا ها قد جاء كل من ساني وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسقط لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته أمسكت بك يا فارس النجدة 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 انظر سيدي حالة طارية صبياني علي قالي على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر نا ولدي محصن وولدي فارس حسنا سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكون سيدتي وسادتي وهو محصن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتسأل لمن هي؟ آه إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمان آه انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة لقد علقت مخزن آه شخص آخر في وردة النجدة أمي لا أستطيع تحرك قدمي أبداً آه عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقلق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه متجري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي آه مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة يوطي بها رجل الإطفاء عطلة لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل انتظروا مهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب نوع التسلج أوه حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلعتك رائحة المروج أيمن تقطع الكهرباء عن المتجر حسناً سامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق شكراً لكم أمضيت وقتاً في التخطيط له ويشرفني القول أبي أبي كومة الأسميدة لا تقاطعيني فاتن يشرفني القول أن كل عمل الجاد هو أبي أظن انت حتى تحترق أنا لا أصطق هذا اتصلوا بالإطفاء سامي الأسميدة تحترق في منزل فتحي ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً هيا تراجعوا جميعاً اتركوا الأمر للمحترفين أنت سامي وأماني في طريق إما إلينا تهبا قليماً أسلقوا بالإضافة أسلقوا بالإضافة نحن السابق شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحرق واحد؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنتي لا أستطيع أن أجد ستادتي نها في مكان ما هكذا الآن سأصلح مقبض الباب أين من فكوا البراضي؟ ما تلك الضجة الكبيرة؟ هذا لم ينجح ماذا سأفعل الآن؟ حسناً يا سيدي نحن مستعدون لبدء التدريب الآن النجدة أنقذوني أنا سيدة عجوز محبوسة خلف هذا الباب المغلق حسناً أول شيء نفعله هو العمل على تهدئتها بسرعة ما سأفعل؟ ساعدوني يدى علينا أن ننطف شعورها بالفزع لكن أهم شيء هو أن نبقى هادئين ونفعل كل شيء على حيدة أنا آسفة يا سامي لا أستطيع سماعك ولا أنا أيضاً هل هذا جيد؟ ممتاز يا سيدي لكن صوتك كان مرتفعاً قليلاً أنا سيدة عجوز أحتاج للمساعدة ساعدوني هيا أنقذوني فوراً لقد عرف سأغلق مفتاح الماء الرئيسي لكن أين المفتاح الرئيسي؟ إنه في الطابق العلوي عرف سوف ألسق الأنبوب ابتعد إنه يلتسق بي أستطيع استخدام الدلو لأخرج الماء من هنا أوه لا كان علي أن أصلح الباب في البداية والآن أنا محاطر بطاطا 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 أحب البطاطا إن كانت رقائق أم بالزيت مقلية جيد أحسنتي ليلى هذا غريب ظننت أن فتحي سيكون هنا ليستعد لأغنيته الثنائية مع أيمن سأغني واحدة أخرى علينا أن نتفقد فتحي فقد كان يصلح تسرب الماء في بيتي أعتقد أن تسرب الماء ازداد سوءا لا نستطيع فتح الباب لأن المقبض بحاجة إلى إصلاح سميحة هذه أنت النجدة ساعديني أنا محاصر في القبو مع مشمش وهو يمتلئ بالكثير من الماء مشمش يجب أن أتصل بالإطفاء أي سامي مظلة أليس هناك مظلة عندما يهبط لا محصن غانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة ويرفض الجديد سبيحة أطلوب المساعدة سأتصل بالإطفاء أي سامي صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي أجب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريباً لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سابي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسم غانم عليه أوه لا ما تجري ما حصل؟ رأيت ماذا فعلت؟ يا للعجم ما هذا؟ أيمن جهز خرطيم الماء أماني أبعد الجميع حسنا سامي ليتراجع الجميع لطفاً فقد يكون الصاروخ خطيراً آه هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسناً لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من مواد خطيرة؟ لا أذكر أبداً لم أنجز إلا ما كتب هنا وأضفت المزيد من كل شيء أم تأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائعاً كصاروخ فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيء أن تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضاً ليس تماماً عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد اشتركوا في القناة